مرحبا بكم في حلقة جديدة من جدل وأرحب بالمشاركين معنا عبر تطبيق زوم التفاول تتجه كبرى شركات التكنولوجيا في العالم وعلى رأسها فيسبوك ومايكروسوفت لتجسيد مشروع انترنت المستقبل عبر عوالم افتراضية تعرف بتقنية الميتافيرس ستنقل المستخدم إلى مجتمع الواقع الافتراضي بشكل غير مسبوق وهو ما سيحدث نقلة تكنولوجية قد تشكل نهاية عصر الهواتف الذكية البيئة الرقامية التي أسقطت مفهومة الخصوصية لدى المستخدمين على موعد جديد مع سباق محموم بين شركات وادي ساليكون للتحكم مستقبلا في تقنية إنتاج وتسويق الميتافيرس لملايين المستخدمين حول العالم أفرادا وهيئة في المقابل تتباين نتائج الدراسات العلمية المتخصصة بشأن آثار التكنولوجيات الحديثة على الصحة النفسية للإنسان وانعكاساتها الاجتماعية على سلوكيات البشر وعليه نسأل هل يفرض التطور التكنولوجي المزيد من العزة الاجتماعية قبل أن نشرع في النقاش نتابع هذا التقرير ولا نعوده ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحب بضيفي حلقتنا من العاصمة الجزائرية دكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال جامعة الجزائر ومن بيروت بالأستاذ عمر قصقص الصحفي والباحث المتخصص بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي أهلا بكم أبدأ بسؤال في تسعين ثانية لو سمحتوما تحدثنا دكتور زغلامي عن المخاوف من دخول ملايين البشر إلى العالم الافتراضي بسم الله الرحمن الرحيم وأعتقد بديهي أن هناك أصحاب الماليكي هذه المؤسسات التكنولوجية هم يتنفسون من أجل الحصول على مزيد من الهيمنة الاقتصادية الهيمنة السياسية الهيمنة المالية وغيرها لهذا أعتقد هم يربضون وراء التكنولوجيا ويجهلون الأساس الذي هو الإنسان وموقفه في هذا العالم شكرا دكتور أستاذ عمر كيف ستحدث تقنية أو خاصية متافيرس نقلة في عالم الإنترنت وهل ما يحكى صحيح عن أن هذه التقنية ستؤدي إلى زوال الهواتف الذكية نعم لا أكيد بالعكس يمكن أن تطور تقنية الهواتف الذكية لا يوجد زوال الهواتف الذكية أما بالنسبة للميتافيرس والعالم الإفتراضي هي تقنية لحتى تهون على الإنسان حياته هي تقنية لإنسان يستطيع يشترك أي سيارة بالعالم هو قاعد بيته من دوم شركة تضطر تفتح فرع بالبلد الذي هو فيه من دوم أي شركة من أي نوع تفتح فيه يروح على أي مول بالعالم يحط العوينات ويروح يعمل شوپنج وينقل الغرض اللي بدوا إياه ويتعرف على العالم اللي بدوا إياها هو قاعد ببيته بس يحط العوينات ويكون هالعوينات مربوطة على الإنترنت وساعتها فيه يجرب السيارة فيه يشي السيارة يحكي مع المنتجر اللي هو لشركة السيارات ويخلص ويمدى الكنترا ويظلوا جاي على البيت افتراضياً بس هو بيكون بالبيت بالحقيقة فهذا العالم تاع الميتافيرس شكراً نذهب الآن إلى السعر ممكن إذا صار في كورونا بعدين أو متحور متحور غير كورونا؟ ما نحن بكورونا؟ كنت عم قول أنه ممكن إذا صار في أي غير كورونا بالمستقبل ممكن الأولاد يحطوا العوينات ويروحوا على المدارس افتراضياً وتكون المعلمة من دوم ما نفتح لهم جوجل سكول أو زوم ويقعد الولد يلتهي ويقعد الولد ما كتير يستوعب على المعلمة لأن شخص واحد عم بيعطي لأة 16 بينما إذا حط العوينات وراح للمدرسة هو يكونوا بقلب المدرسة قاعد مع رفقاته ويعمل انتر اكشن مع رفقات ويعمل انتر اكشن مع المعلمة فيتغير كل شيء بهذه التكنولوجيا بس لما يصير على أرض الواقع شكراً نذهب الآن إلى استعراض نتيجة تصويت الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع حلقة اليوم السؤال هل يفرض التطور التكنولوجي المزيد من العزلة الاجتماعية؟ 89 نعم 11 يقولون لا هذه نتيجة التصويت نذهب إلى نص المحور الأول تطبيقات الواقع الافتراضي متافيرس تهدد المفاهيم الاجتماعية لدى البشر دكتور زغلامي تحدثت في كلمتك عن المخاطر على الأوضاع وربما القطاعات الاجتماعية تحديداً والاقتصادية وحتى تقول بأنه سيكون هناك تأثير على المفاهيم السياسية في المستقبل ما منطلقات هذه المخاوث؟ لماذا؟ حقيقة لأن ما نلاحظه الآن هو استعمال المفرط ويمثال على سبيل المثال الرجل الإعلام الآلي والذي قضى على تحول أو قضى على كثير من مناصب العمل هذا إذن نرى بأن هذه التكنولوجيا تفتقد إلى الأمور الأخلاقية والعقلانية والتوازن والإنسجام أنا أريد أن أتحكم في استعمالي هذه التكنولوجيا ولا أريد أن أصبح عبيد أو رهيمة هذه التطورة التكنولوجيا التي لا أعرف ارتداداتها وتأثيراتها لهذا أخشى أن هذا الواقع الافتراضي يبعدنا تماماً من الواقع الحقيقي والواقع المعيش ولو أنه ويفقدنا في نفس الوقت إنسانيتنا ويعمم أو بالأحرى يجسد ويقوي الإنعزال والكراهية وغيرها من السلوكات الغير اجتماعية التي نراها هنا وهناك لهذا أنا متخوف جداً لأن هذه التكنولوجيا لم تأخذ بالاعتبار هذه الأبعاد أو هذه السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الثقافية لكل دول عالم أستاذ عمر دكتور جولاني أشار إلى نقطة التحكم هل بإمكاننا أن نتحكم نحن كبشر بهذه التقنيات أم هي التي تتحكم بنا نعم نعم دكتور جولاني ماشي على قاعدة التكنولوجيا خادم لطيف ولكنه سيد خطير ولكن هذه القاعدة ما بتمشي وهذه القاعدة بهذا العصر العصر الحضارة التكنولوجية ما بتمشي أنه أنا أقعد أقول لهذا الشخص أنت معا لازم تمسك تكنولوجيا لأن أنا بفضل هيك يعني هذه السيطرة بدنا نعملها برمجة برأسنا أن تنشال لأن بعصر التكنولوجيا كل العالم مفتوحة على كل العالم وفي تقريباً مساوية بين كل العالم يعني افترضنا إذا رئيس جمهورية عم يفتش على معلومة على جوجل ومواطن عم يفتش على معلومة على جوجل نفس المعلومة بتجي لرئيس الجمهورية وبتجي للمواطن فإذا صار فيه مساوية بتلقي المعلومات فيه مساوية تقنية لأي شخص بده إياه فهذه السيطرة أنه أنا برأيي العزلة هذه أعتقد الدكتور غلطان فيها وغلط كبير وأعتقد أن الدكتور بده يستعمل تليفونه وبده يستعمل آيباد وبده يبعث إيميل وبده يستعمل سامسونج أو أبل بس هو بده يضله متحكم بالتكنولوجيا لا ما بتمشي التكنولوجيا أسرع مني ومنك وكثير ومليارات سنين تطور التكنولوجيا هو مش لجيلنا يا دكتور التطور إذا بص لهذه الدراسة ما في حدها مخبي الجيل الأكبر مننا يعني جيل ولدتي وجدتي هنه جيل ميكانيكي تمام نحن جيلنا اللي هو من عمر 30 للأربعين هو جيل إلكتروني يعني بيقدر يستوعب التكنولوجيا بس مش بسرعة الجيل تبع أولادنا اللي هنه عمرهم بين 5 سنين و20 سنين جيل ولادنا هنه جيل النانو جيل النانو بس فوتوا على جوجل حط جيل التكنولوجيا الإلكتروني والنانو النانو أسرع من الإلكتروني بمليارات المرات وهيد سرعة دماغ جيلنا جيل الأصغر مننا عشان هيك ممكن يستخدم التكنولوجيا بطريقة أسرع منك ويطلقاها بطريقة أسرع مني ومن الجيل الأكبر مني هيدا اللي عم بسبب قلق عندك وعند كتير ناس اللي هنه مش متصالحين مع هيدا الفكرة للأسف نحنا بدنا ندعم هيدا الجيل جيل الأصغر مننا اللي هو عم بيتلقن التكنولوجيا وعم بيصرف معه بطريقة إيجابية بدنا نستوعبه وندعمه وقال لم ندعمه نعم حنطلع برات التاريخ لأنه هو هيدا الجيل نقطة العلاقة التكنولوجيا أو التقنية الحديثة مع الأجيال دكتور زغلامي ألا تتفق مع أستاذ عمر في هذه النقطة كل ما كان الجيل أكبر ربما هذا الجيل أكبر غير متصالح أو غير يعني يفهم طبيعة هذا التطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه وبالتالي الأجيال الأصغر ستكون على علاقة ربما غير أو علاقة صحية لنقل مع التقنيات الحديثة أنا الذي أريد أن أقوله ليس هناك صراع أجيال بل هو كيفية استعمال هذه التكنولوجيا والحضارة التي تعتمد على التكنولوجيا التي تقسي الإنسان أو تنسف القيم والأخلاق والأسرة ومفهوم السعادة ومفهوم الرفاهية أو مفهوم التضمن أنا أرفضه سواء كان لديك عشرين سنة أو صغير أو كبير أو يعني في طبيعة الحال ستين أو سبعين سنة القضية ليست قضية تكنولوجيا فقط لأن تدعيات هذه التكنولوجيا على الكيان على الإنسان على الإنسانية في حدي ذاتها هل هذه التكنولوجيا التي يتكلم عليها الأستاذ الكريم هل هي تقدم السعادة للمواطن حتى هل تقدم له العيش بطبيعة الحال هل تغذيه هل تعطيه كل كفاءات هل تتضحب للرهانات الأمنية والنزاعات والحروب القائمة هذا الذي أخشاه أخشى أن الإنسان يتم تفريغه من الداخل من شعوره من عواطفه يتحول إلى آلة يتم اعتمادها وخاصة ونحن الآن نرى ما يسمى بترانس إيمانيزم وهو إقحام أو إدخال شريحة في جسم الإنسان ونراقب كل حركاته والتطور القادم هو أن نضح على مستوى وحسب طبيعتها العلوم العصابية نضح على مستوى الرأس لنحاول أن نتنبى كيف يفكر وفيته خير أين هو الإنسان الذي خلقه الله في أحسن في أحسن شكل فهنا هناك أنا وقناعاتي الخلاقية والدينية لا تسمح لي أن أقبل مثل هذه الاختراقات والانتهاكات في حق الكيان الإنساني الذي وهبوا الله والذي خلقه في أحسن صورة إذن فلهذا أرفض أي انتهاكات للكيان الإنساني أتعامل أتصالح أتأقلم مع التكنولوجيا التي تساعدني من التخلص من كل ما هو وركاكة كل ما هو روتيني وكل ما ند لكن لا دخل لهذه التكنولوجيا في أمور الشخصية وفي علاقات وفي المنظومة القيمية وحتى في الأولاد لأننا نحن ننتمي إلى دين في طبيعة حال الحصالة دين الوساطية فبديه أننا نحترم ونمتثل إلى قواعد الدين الإسلامي الحنيف شكرا دكتور نذهب إلى المشاركين معنا عبرزوم مع نسرين فضل نسرين مرحبا أنا نسرين من الأردن هلأ السؤالي بما أنه الواقع الافتراضي رح يخلينا أنه ممكن نروح أي بلد أو أنه يعني نلتق بأي مكان أو بدنا نشتري شغلها ونحن بمكاننا نشتريها فشو تقرر رح يوقع يعني أقل أقل شيء اللي هي شركات الطيران شو رح يكون مصيرها يعني إذا الناس ما رح تصير بمضطرة أنها تسافر كل شيء ممكن تعمله هي ببيت فهذا هو السؤالي شكرا نسرين نور مرحبا نور من الأردن عندي تسأل هلا أنا مع هذا التطور ورغم مساوئة بس أنا متأكدة رح يسر في أنظم وقواعدة نظمة بس عندي تسأل أنه قديم صداقات أنه ممكن إحنا إزمتنا على الواقع على الواقع الافتراضي رح يموت على الواقع الحقيقي شكرا نور أحمد الأزرق مرحبا أحمد من الأردن أنا أرى أن هذا التطور التكنولوجي ما هو إلا تحكم غير مباشر بالمجتمع والبشر وهذا سيعود علينا بنتائج سلبية على المدى البعيد شكرا أحمد مصطفى مرحبا مصطفى من سوريا سؤالي ملسبي إلى تحقيق الموازنة بين الحاجة إلى التكنولوجيا الرقمية وبين الحفاظ على العلاقات الاجتماعية والتماسق الأسر شكرا مصطفى أذهب إلى أستاذ عمر بإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بتداعيات أو ربما تبعات هذه التقنيات الحديثة على قطاعات إنتاجية مثل قطاع الطيران هل سيكون له تأثير وهل سيكون في المدى المنظور أم في المدى المتوسط أو البعيد نقطة أخرى تتعلق بأيضا القواعد التي يمكن أن نضعها طالما تحدث دكتور زغلامي عن موضوع العلاقة بين التكنولوجيا والقيم هل يمكن نحن أن نتحكم بما يلزم من هذه التكنولوجيات أو التقنيات بما يتلاءم مع قيمنا الاجتماعية والدينية كما أشار نعم الدكتور حمل التكنولوجيا السياسة الحروب البطالة الدين يعني مثل عصفور تحملي على جوان حون وقصص التكنولوجيا أبسط من هيك بكتير وقعد من هيك بكتير فالدكتور يستخدم كل شي بس ينتقل كل شي أنت أنت طالع التفي أنت يا دكتور تعرف كم شغلة تكنولوجية عم تستعمل التفي لحتى تقتلع أنت معنا يعني عم تتخيل ما فيني أقول هالكاميرا ما بتصبط لأن القيم الإسلامية أو القيم العائلي لا مش هيك القصة القصة أبسط بكتير وقعد بكتير أما بالنسبة للبطالة اللي عم يحكي عنها ما هو خبر الدكتور أنه كل كل مكتب أو كل قطعة تكنولوجية صح مثل الجوجل أسستنت جوجل أسستنت هي مثل سكرتيرا بدلا بتجيب سكرتيرا توصفية فيها جوجل أسستنت هي ما كان حجزين لموعد مع الدكتور بكرة أو كذا هذه التكنولوجيا خلت طلع الدراسات أنه في كتير سكرتيرات بالعالم قعدوا أو أسستنت قعدوا بلا وظيف بينما هالقطعة تكنولوجية خلقت 3000 وظيفة عمل نحن كل قطعة تكنولوجية أو كل شغلة تكنولوجية نخلق ألوف من الفرص العامة صح لازم الجيل القادم يتعلم أكتر بالتكنولوجيا وقالها سيكون خارج الدائرة الوظائفية ولكن مثل ما نخسر وظائف عمل نكسب ألاف وظائف العمل نتيجة التطور التكنولوجيا بالنسبة لك الطاعة الطيارات لا أكيد ما حيتأثر بشكل مباشر على إليه أول عشر سنين لأن في الأجيال الأكبر سنة هني ما حيستوعبوا أن تحطي عوينات تروح تشوف ابنك بفرنسا أو بأمريكا بده يمسك طيارة ويطلقوا ابنه كمان نفس الشي ليشوفه بعض وممكن أتعرف أحد بالعالم الافتراضي افترضنا بإنجلترا وكرر أن نروح أشوفه بالطبيعة فأاخد طيارة وروح على إنجلترا ونلتقى أنا وهالشخص الآخر فمحي يتأثر بشكل مباشر على قليل أول عشر خمسة عشر سنة أي كطاع بالعالم نعم دكتور زغلامي بالنسبة لموضوع البطالة وفرص العمل ألا تتفق مع أستاذ عمر بخصوص الوظائف أو فرص العمل التقليدية سوف تختفي مع السنوات ولكن هذه التكنولوجيات قد تخلق فرص عمل جديدة ربما بالألاف أو بالملايين حقيقة ولكن دراسات تقول بأن سيكون فيها أجيال في 2030 2040 2050 في أوروبا وفي آسيا أجيال من الشباب عاطلين على العمل نتيجة عدم توفر العمل وبنتيجة وجود الرجل إعلام الآلي الذي يخدم 24 ساعة إلى 24 ساعة والذي لا له أي معارضة وليس لديه أي نقابة على كل أنا لا أريد أن أقحم نفسي في صراع تكنولوجي كلما في الأمر أنا أحبب أن هذه التكنولوجيات تووظف خدمة للإنسانية وليس للقضاء على الإنسانية لأن الذي أراه حاليا وأنتم تتفقوا مع لما أقول أن الذين يتحكمون في التكنولوجيا هم أمريكيين فالأمريكيون الشركات الأمريكية غافة وبطبيعة حال جوجل أبل ما حدا يتحكم أستاذ دكتور ما حدا يتحكم بالتكنولوجيا يا الرجال لا أتركني لا تقاطعني من فضلك ما حدا يتحكم بالتكنولوجيا دكتور خليني يكمل الفكرة ومن بعد علق الرجال لكن معلومة عشان عم يشاهدوك ألف العالم عم يشاهدوك ألف العالم أنت عم تقول عم يتحكموا ما في أحدا يتحكم بالتكنولوجيا الرجال احضر أواعد الحوار حاضر بس أنت عم يتلقنوا في ألف المشاهدين عم يتلقنوا بطريقة خاطة يا أستاذ الكريم طيب دكتور اتفضل اتفضل حاضر بس عم يعطي معلومة غلطة على هوابار أو تعقب عليها بعدين اتفضل دكتور اتفضل تحترم قواعد إجراء الحوار اللي يخليك من فضلك نعم إذن أنا أقول بأن هذه التكنولوجيا الآن يتم توظيفها من طرف الأمريكيين للتصنطي واللتجسسي على كل العالم ورأينا مؤخرا في قضية بيغاسوس وفي قضية الجوسسة رأينا كيف أن هذه التكنولوجيا أصبحت آدات للتعثير وآدات لجوسسة ولانتهاك حروم هذه التكنولوجيا التي نطمح إليها إذن هناك كل ما في الأمر فالأقوية يستعملون هذه التكنولوجيا للاستيلة على قلوب وعلى طبيعة الحال عقول المواطنين بموضوع التجسس والخصوصية بعد فاصل قصير نتوقف مع فاصل ثم نستقبل النقاش إلى نص المحور الثاني قطار التكنولوجيا لن يتوقف وعلى البشر التأقلم هذا ما أكد عليه أستاذ عمر على البشر أن يتأقلموا مع التقنيات الحديثة إلى أي مدى الجميع قادر على التأقلم نعم بس في شغلة حكيها قبل الدكتور قبل الفاصل الألاني أن أمريكا عم تتحكم أو أوروبا أو أمريكا عم يتحكموا التحكم بالتكنولوجيا وما يؤدي إلى التحكم بالشعوب العربية وما يؤدي إلى إفراغ الزيت هذا التفسير الهمايوني صراحة لا يوجد أثبت عليه وهذا يحكي بطريقة خاطئة لا أمريكا تستطيع تتحكم بالتكنولوجيا ولا الصين تستطيع تتحكم بالتكنولوجيا بطريقة خاطئة قطر لديها أكبر ستلة بالعالم ويتمرن أكبر بالعالم وعندها تعمل مباريات شو خاص أمريكا الإمارات لديها أكبر شركات تكنولوجية بالعالم شو خاص أمريكا الصين لديها أكبر شركات الهيليوم وغيره من الماينيك بالعالم شو خاص أمريكا فما بقى في شيء اسمه التكنولوجيا لا مركزية لها خلانا نكون متفقين بل فيها مساوية أكتر من العالم اللي عايشين ونحنا ما حدا بيقدر يتحكم فيها يعني لو قررت أمريكا تلغي التكنولوجيا ما بتلغي التكنولوجيا ولا أي دولة بالعالم تمام فهيد المعلومة اللي لازم بس نوضحها عشان كان حاولت وضحها أنا ما زودت حتقبل الفاصل بالنسبة للتأكلم مع التكنولوجيا مجبورين نتأكلم مع التكنولوجيا مجبورين يعني لا حياة من دون تكنولوجيا لهذه الدرجة نحنا بحضارة تكنولوجية شئنا أم أبينا تمام أي إنسان لا في عيش بلا لابتوب وبلا تليفون وبلا واتس أب وبلا فيسبوك وبلا انستغرام وبلا تيك توك وجاي تكنولوجيا تانيين هايتي كلها تكنولوجيا طيب عمر يعني أنت تحدثت عن نقطة أنه لا أحد يتحكم بالتكنولوجيا لكن لما نسمع التسريبات والأخبار عن استخدام خاطئ للبيانات أو أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل أو حتى هناك من يتخوف من أن الحصوصية البيانات سوف تنتهك من خلال العالم لإفتراض الميتاورس بالتالي هذه أسئلة مشروعة عند الناس ما أنت صح أنت عم سبتيل أحكي أنت عم سبتيل أحكي لما تقولي ما حدا يقدر يتحكم بالأخبار الكاذبة عن مواقع التواصل شو أنت عم سبتيل أنه ما حدا يتحكم بالتكنولوجيا شغلة تانية بالنسبة للتسريبات التسريبات عملها قانون شو الفرق بين الدول العربية والأمريكا وليش الشخص بيرتاح مع أمريكا أكتر ما بيرتاح لأن بكل الدول بصير في غلط صح ما في حدا كامل بكل شركي بكل دول اللي بيكون في غلط أكيد فرق ما نتعامل مع الغلط بقانون صارم فرق ما نتعامل مع الغلط أنه خد لك هال100 دولار ومشية تمام أمريكا لما صارت هالتسريبات بشركة فيسبوك عملت قانون صارم بممنوع بيع البيانات وأي شركة بتبيع البيانات فورا تقفل وبيتاخد صاحبها على السجن وعشرين ثلاثين سنة مدر قداش حبس لذلك صح بيصير في أغلاط وصح بيصير في تسريبات وصح بيصير شو ما بدك بينما القوانين اللي بيعملوها دول الغرب وأمريكا هي اللي بتريح المستخدم وبتريح مستخدم التكنولوجيا التكنولوجيا وهيدي اللي عم بيبرر للدكتور وهيدي اللي ما بنشوفه بالدول العربية بنشوف حدا مجرم لا بتجي مندافع عنه لا هناك ما فيش اسمه مندافع عنه هلطت ما بيأثر أول شي تتحمل لمصلية غلطك منصلح الغلط وقانون صارم حتى لا يتكرر الخطأ هذا شي مريح وهذا شي منطئ دكتور جغلامي لديه لا مارز جغلامي بده شركة فيسبوك تضلع لا يصيط دكتور جغلامي بالنسبة لموضوع التحكم وأيضا انتهاك الخصوصية أنت مقتنع بهذه النظرية أو هذه الفرضية إلى أي حد طالما يعني عمر يشير إلى حتى أن الأخبار الكاذبة هذا يدل على أنه لا يوجد من يتحكم بهذه المواقع الاجتماعية ما رأيك وأيضا هناك إشارة إلى أن دراسة من قبل عالم النفس بجامعة أكسفود دانيل فيمن يقول أن المرضى الذين استخدموا العلاج الآلي هنا نأتي إلى أهمية العالم الافتراضي والإنترنت للواقع الافتراضي قد شهدوا انخفاضا بنسبة 38% في القلق وأعراض الاكتئاب على مدى ستة أسابيع كيف تنظر إلى هذه الدراسة شكرا شكرا هذه الدراسة جاوة على كل شي حكيته أنا عندي دراسة هلأ كمان تتناقض مع هذه الدراسة سأعود إليك بها تفضل دكتور دكتور زغلامي تفضل إذن إذن أقول أنا لست منباهر بالتكنولوجيا التي لا تقدم حلول الإنسانية وبالعكس تنتهي خصائصه طبيعة الحال في نفس الوقت لا أستبعد أنه لك محاسن من هذه التكنولوجيا لكن في نهاية المطاف الإنسان هو الذي يوظف هذا طبيعة الحال الآن بش نوضح الأمور الشركات الكبرى الأمريكية في التكنولوجيا هي حصنت نفسها بقانون 230 بحيث لا يمكن حتى للدول أن تطعن في قراراتها لماذا هذه فيسبوك تويتر وغيرها تحصن نفسها بالقواني حتى المؤسسات الأمريكية في نفسها أو الدولة الأمريكية في الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تطعن مثلا في قضية ما حصل مؤخرا مع دونالد ترامب وقضية تويتر إذن دليل على أن هذه الشركات تريد التسلط والسيطرة وترفض أي اختراق أو أي يعني معادلة أو طعن فيما تقوم به إذن فلديها أمور خافية لا تريد أن تبه بها لهذا أنا أخشى أن تتحول هذه المؤسسات إلى دول ونظن الآن هيلاري كريمت نتكلمت في وقت ماذا بأن فيسبوك أصبح دولة أصبح من الدول القوية القوية في العالم هذا الفيسبوك والآن أصبح ميتة هناك حوالي ثلاثة ملايير من المواطنين المتواجدين عليها فالتصوري ليس هناك دولة في العالم لديها ثلاثة ملايير حتى لو نجمع الصير ونجمع طبيعة الحال الهند وغيرها من الدول يعني عددها السكان كثير حتى هي كلها لا يمكن تصل إلى ما وصل إليه فيسبوك وتويتر إذن الذي أريد أن أوضحه أنا أخشى أن العالم يصبح في أيدي مارك زوجربارك وغيره ويحول الإنسان إلى آلة وهذا هو نهاية الإنسانية وأنا طبيعة حال مقتنع لأن التكنولوجيا التي لا تخدم الإنسان ولا تحوظ على كيانه وأن الإنسان ليس هو الذي يتحكم فيها فهنا ويصبح الإنسان عبارة على نقطة في هذا الكيان حتى ما يسمى بالإنجليزية mental space أو الفضاء الذهني يتم تحكم فيه وهذا ما بقي من الإنسان بعدما تم اختراق جسمه ووضع شريحات الآن نخترق عقله ونستعمله كآلة 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 نتحكم في كل كبيرة وصغيرة نعم السيد عمر دراسة أخرى أريد أيضا تعقيب عليها نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي تشير إلى أن من يتراوح أعمارهم بين 19 عاما و32 عاما هم أكثر عرضة للعزلة الاجتماعية لأيضا المشاعر السلبية و للاكتئاب عرضة للاكتئاب بالتالي يعني الدراسات تختلف من دراسة إلى أخرى هناك من يحمل التكنولوجيا مسؤولية العزة الاجتماعية والأمراض النفسية وهناك من يقول أنا بالعكس ربما تخفف من آثار النفسية والاجتماعية للبشر ما رأيك نعم أول شي بالنسبة لهذه الدراسة أكيد بحترم كل شي علمي وبحترم أي أرقام بتطلع بس أنا عم بقولوا أكثر عرضة ولكن ما أكدوا أنه هيدا بسبب عزلة بحسب ظروف كل شخص وظروف مين عاملوا معهم الدراسة بالنسبة لدكتور بس بدي جاوب عليه فأسلا يا دكتور خلينا نلغي السيارات يعني ما لازم بقى نسوق السيارات لسبب أنه في شخص في سوق سيارة ويفوط يقتل خمسين شخص بدل ما يسوق سيارة ويروح على شغله فبحسب الدكتور أنه كل شي خلص لازم التكنولوجيا هي حتصير الإنسان آله وتحكم بالبشر وكذا مش هيك هي يعني لا تحكم بالبشر كلنا عنا عائل نعركة نستخدم التكنولوجيا ويمكن استخدامنا للتكنولوجيا مثل ما عم تقولي حضرتك بالدراسة اللي أحتيتيني إياها أنه عم بيصير عندنا عزلة ما يكن لوما التكنولوجيا كان انتحر يكن كان ظروفه أصعب كتير يعني يكن راح على الانتحار صار عنده عزلة فخف فحسن هو مش أنه ضر فلذلك لذلك الدكتور ما عارف أهمية التكنولوجيا بالنسبة لها ممكن يكون شخص مشلول أو إيدي فيهم مشكل بيحطها لعوينات وبسافر وين ما بده بيروح على المطعم اللي بده إياه بنقل رفقات اللي بده إياها من دون تنمر من دون ما شخص يطلع فيه طريقة مزعجة بيروح بسافر بكل بكل مرح وفرح وسعادة وبيتعلم وكل هيد التفاصيل أعطتوا يا الدكتوروجيا بالنسبة للدكتور ولا شي ليش تعرفي ليش لأن ما قادر يتحكم فيها ولا حتقدر تتحكم فيها دكتور لا أنت ولا أي شخص بالعالم ما في حدا يقدر يتحكم بالفيوتشر لأن هيدا الفيوتشر هيدا الجيل الصاعد هيك بدي يكون ابنك يا دكتور أو ابن ابنك بحيطلب منك مصاري ليروح يأكل بمطعم تالش هاي قللك هاي قللك بعتلي بيتكوين بعتلي بيتكوين أو بعتلي دوج أو بعتلي أي عملة إلكترونية بدي يروح على مطعم هيدا فكرة أنه نحنا بدنا نرلنا هالمية دولار بمساك هالمية دولار روح تغد انساها عشر خمسة عشر سنة حتنساها هيصير كله على التليفون هيصير كله عملية رقمية وتطبيقات وتكنولوجيا ما حتقدر لأنا ولأنت نتخيلها لأن في في عالم جدي عم بيتطور في المقابل في عالم عم بيقول له لا ما تتطور لأنا أنا أتخاف منها هيدا منه كلام هيدا منه كلام نحن بدنا ندعم هيدا العالم لأنها العالم بريح ويبسط يعني حدثك أشرت عدة أمثلة إيجابية للاستخدام التكنولوجي دكتور ألا ترى أن هناك استخدامات اجتماعية قيمة في المستقبل بطبيعة الحال لكي لا أفهم خطأ وكأنني متعصب أو معادل للتكنولوجي لا أنا لست أنا أقوم بعملية انتقائية بحثة أوظف التكنولوجيا التي لا توسي إلى قناعاتي ولا تزعجني هذا الذي أريد أن أقوله حتى في المستقبل لابد أن يكون فيها توازن بين التكنولوجيا والقيم نظن كان فيها كتاب في الفين حول اتهامات الديمقراطيين للتكنولوجيا يقولون أن التكنولوجيا تفتقد إلى القيم الديمقراطية وإلى العدالة الآن نفس الأمر بالنسبة للتكنولوجيا التكنولوجيا تنصف القيم الديمقراطية تنصف القيم السياسية وتنصف الأخلاق هذا الذي نراه الآن فلهذا أنا لا أستبعد ولا أنكر بأن في هذه التكنولوجيا ليس كله زفت بالعكس كان فيها محازن علينا فقط المحازن أن ندعمها وكل ما هو يسيء إلى الإنسان نجعله نجعله جانبا هذا الذي لا بد أن يفهم ولكن في نهاية المطاف المستعمل هو السيد في هذه التكنولوجيا ولا أريد أن يتحول الإنسان إلى آلة أو إلى شريحة يتم توظيفه وأكثر من هذا يتم تجسس عليه يتم تصند فيه ويتم حتى يعني اختيار فيما كانه في الأمور الخاصة به المتعلقة بحياته الشخصية وحياته الغرامية وغيرها لهذا لا بد أن نضع قواعد وطبيعة الحال حدود لعدم لهذه التكنولوجيا لكي لا تتحول إلى نقمة على المجتمعات في بقاء العالم طيب أعود إلى المشاركين معنا عبرزوم قبل أن أنتقل إلى أستاذ عمر بهذا الموضوع العلاقات حتى العاطفية والاجتماعية ممكن أن يتم التحكم بها من قبل التقنيات الحديثة أحمد الأزرق أحمد طيب سامر مرحبا تفضل معكم سامر من تركيا أنا بس سؤالي للاستاذ عمر هو عم يقول أنه التكنولوجيا لا هي ما عم تتحكم فينا هو العزر مو بالتكنولوجيا نفسه التكنولوجيا هي أكيد عم تسهل حياة البشر لكن المتحكمين في هاي التكنولوجيا هي اللي عم يأسروا بالبشر مثلاً لدينا المنصات الاجتماعية المنصات الفيسبوك منصات النيتفليكس لما عم يدخلوا للأولاد أفكار مضروبة أو أفكار مشبوهة فهنن ندخلوا هلأ مثلاً أفكار الشزوز أفكار الديانات المختلفة شغلات يعني الأطفال لسه ما بوعولة هنن عم يبسوها كسموم في هاي المنصات هذا الشيء اللي عم يأسر كذلك مثلاً هذا الشيء اللي عم يأزل يعني أو عم يخلي هاي التكنولوجيا هي تكنولوجيا الضارة فقط أنا هذا الشيء شكراً سامر إقحام مفاهيم غريبة على المجتمعات يعني هذا خلاصة ما قلته فاتن فاتن مرحبا معك فاتن من لندن صراحة أنا باتجاه أو بميل لجانب أستاذ عمر مع أنه يمكن فيه فرق بالعمر بيني وبينه هو أكيد من الجيل الأصغر بس أنا بشوف أنه التكنولوجيا حتكون شيء كتير وجميل لأولادنا يعني ما بيصير نحن نربيهم علمات ربينا عليه هن بدون يعني يعيشوا بالمستقبل نحن عشنا الحاضر يعني حتفيدهم بكل شيء من باب الدراسة حتفيدهم باب العلم باب الوعي على قلت أستاذ عمر بكرة بيتصل فينا حلولنا بيتكوين أنا شخصيا من هلأ رح بلش اشتري بيتكوين مشان جاهز حالي للمستقبل فأنا مع التكنولوجيا وبدعم هذا الشيء أنا مبسوطة صراحة بالشيء اللي رح يصير شكرا شكرا فاتن سميرة سميرة عايشة بلندن هلأ أنا برأيي كل شيء له إيجابيات وسلبيات هلأ ما أنه إحنا ما فينا نلغي السلبيات فبدنا نحاول التأقلم يعني مع الوضع الحالي الموجود المتوفر لإلنا مع أنه مجبورين على التأقلم مع التكنولوجيا فبدنا نحاول نستفاد من الإيجابيات الموجودة يعني أنا بالنسبة لكأم مثلا عندي أولاد أولادي كتير عم يستفادوا من موضوع التكنولوجيا بالعلم بيفتح اللابتوب بابني الصغير لحاله بيحاول مثلا يفسر كلمة بيأخذ معلومة بينقل معلومة لحدة تاني بالنسبة للحفظ للعاد هلأ نقطة تانية أنا بأخذ إيجابياتها بالنسبة للتواصل الاجتماعي نحنا من زمان أنا كنت من زمان مقيمة بلندن أنا كنت دائما اشتري كرت لأتواصل مع حدا من أهلي أو أصدقائي بصرف بصراحة بصاري كتير يعني كمان التواصل الاجتماعي تواصل مع أرايبين مع أصدقائنا الأديمين كمان هاي بتعطيك حب للحياة وقربة أكتر من الأهل من الفاميلي من المعارف هلأ نحنا بنحاول نبعد عن السلبيات قد ما بنقدر بس إذا ما قدرنا شو الحل بنحاول نستفاد من الإيجابيات هلأ في ناس في بس نقطة تانية هناك ناس كتير عايشين لحالهم بالبيت وحيدين يعني ما عندهم لا أولاد ولا أصدقاء فوقت طويل هيكون بال يعني بال تابعهم شو هيعملو فيهم يستفادوا بمعلومة بثقافة بأخبار ويتواصلوا مع الآخرين أيضا صحيح فيعني نحاول نستفاد من إيجابياتها على أد ما نقدر شكرا ساميرا هاني مرحبا هاني من تركيا هلأ بالنسبة لالواقع الافتراضي اللي هو المستقبل الجديد خلينا نحكي هل رح يكون أنه رح يبادر لإنهاء الحياة الاجتماعية بالنسبة للإنسان ولا أنه ممكن أنه نتواصل بالعالم الافتراضي مع الحياة الاجتماعية من غير ما تتأثر الحياة الاجتماعية بهذا التقدم شكرا هاني السؤال أنقله لدكتور زغلامي ممكن ممكن يكون إشارة أو مقدمة لإنهاء الحياة الاجتماعية أو بالعكس ربما يعني كما أشارت ساميرا في ناس كتير عايشين ببيتهم بوحدة ممكن أن يتواصلوا عن طريق الانترنت مع آخرين بالعكس بيكسر العزة الاجتماعية هذا ما يسمى بالمجتمع الشبكي يعني عبارة على شبكات تواصل الاتصالات ولكن تبقى يبقى تبقى شبكات افتراضية لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الدفع العائلي إلى العلاقات إلى العطف إلى كلها الإحساس إذا غابت هذه الإحساسات وهذه يعني في كنفل للعائلة فلا ترتقب من الشبكات الباردة والبعيدة والغير لا تحمل أي كلما في الأمر أنها عبارة على خيوط وكوابل لهذا في جميع الحالات أنا لا أريد الانطوى على نفسي وفي نفس الوقت انفتع على كل شيء كلما في الأمر أنني أتجه نحو مقاربة وساطية تتمثل في احترام كياني الشخصي وفي نفس الوقت انفتع على الآخرين بتوظيف هذه التكنولوجيات لكن ليس للإساءة إلى هذا وذلك وليس كذلك لاختراق العائلة لأن طبيعة الحال دائما في هذه الفضاءات الافتراضية والجماعات الفراضية دائما هناك أصحاب السوء هم الذين يعقرون هذا وذلك ورأينا على سبيل المثال هنا في بلدي في الجزائر هناك عدة قضايا الآن موجودة أمام المحاكم نتيجة للتحايل وغيرها من الأمور التي نجدها على هذه الفضاءات لهذا مهم جداً أننا نضع قيود قوانين وهذا هو المعبول به وهذا ما قمت به الدولة الجزائرية شأنها شأن الدول الكبرى الآن على مستوى مثلاً ألمانيا وغيرها من الدول فيسبوك فلما يقوم باعتداءات أو انتهاكات فيتم غارمته بضراهب وهذا الذي لا بد أن نفرض على هذه المؤسسات التكنولوجية قوانين صارمة لكي لا تتحول إلى طغيال وهيمنة والإساءة من خلال الضرعب من خلال قوانين رادعة للتقليل من انتهاكات الحياة الشخصية للأفراد نعم السيد عمر في نقطة كان أشار إليها الدكتور زغلامي بالنسبة للتحكم بالعلاقات العاطفية والاجتماعية وأنا قرأت أنه في العالم الافتراضي يمكن للآخرين إذا كنت أنت داخل العالم الافتراضي يمكن للمستخدمين الآخرين أنه يعرفوا طريق تفكيرك مشاريعك المستقبلية مشاريع زواج طلاقة عمل وبالتالي البعض يرى بأن هناك اختراق لخصوصية ما حتى وصلت لأمور تعتبر شخصية جدا نعم طيب بس أنا عم توصل لعندي وعندي كتير قصص بدي أولا معاش عم لح أول شي بنسك الأخيرة الشخص أو الفرد أو العائلة في حق نعم أي سؤال هل حدا عم دقع بيتنا عم بيحط لنا تليفون ولا نحنا عم روح منشتريه نحنا عم روح منشتريه هل حدا عم دقع بيتنا ويترجينا أنه نعمل حساب على مواقع التواصل الاجتماعي ولا نحنا عم نفتح وننزل التطبيق ونعمل حساب أوكي هيدا الجيل نحنا عم نقوله أنه استعمل بس ممنوع تحط صورتك أنت وخطيبتك أو أنت ومرتك أو لما تاكل لما تشرب بالحفلة بالدهرة بالسهرة أنت عم تحط يعني بالنسبة للدكتور هو هيدا الكواعد أنه أنت لما تحط صورة أنت وثوشتك أو أنت وابنك أنت عم بالخصوصية تعيتك راحت تمام وحدثك عم تقوليلي من ما بعرف مين قاله أنه في ممكن يعرفوا من اللايكات تعولك أو من الصور بتنزلها خططك ويعرف وين المشكل يعني الشو هل بكديل إذا عرفوا يعني وشو دنيا يعملوا فيهم يعرف يقعد حدا يرقبني ويعمل دراسة على شخصيتي في أجمل منه أنه وين المشكل أنا عنه شخصين أشياء تفرق معي ها شغلة تانية يعني أنت مفتر اجتماعي البعض الآخر تعتبر أنه انتهت للخصوصية لحظة لحظة مش بعض الآخر اللي قاعد على عرشه وحاطت قيود للقيم الاجتماعية والدينية تمام في جيل بكامله عم بيروح بهذا الاتجاه هيدا اللي قاعد على عرشه مش عم بيتقبل الفكرة ليه لأن ما بيقدر يتحكم بهالجيل جدي كان يتحكم ببابا بشكل خرافة يعني يقل له ما تاكل ما بياكل بس أنا ما فينا يتحكم بابني بشكل خرافة يعني أنا سأقول له لأبني ما تاكل بده ياكل عم تفهم فيه منتليت تغير بين جيل لجيل الدكتور ما عم يقدر يعمل لها انستول أو عم يقدر يتفهمها بطريقة إيجابية ما فيه تحكم عرش القيم مش أنت بتحددها جيل ابنك إذا بده يحط صوره وخطيبته بده يحط ابنك إذا بده يعمل انستغرام وتيك توك وفيسبوك ويوتيوب وسنابشات بده يعمل انقلت إيه ولا انقلت إذا قلت له لا ما تعمل حيعمل بفاك نيم ويعمل إذا قلت له ما تحط هالصورة بس لا تدير ظهرك حينزل الصورة ويعملك أنه انت ما تشوفها بس هكذا تفتح نعم فلا ما يعني تاخد نظرات أو أبعاد تكنولوجية بطريقة أنه أنا بقدر أتحكم وركب قيم وركب ما بعرف شو أنت بتقدر تركب شي أنت فقط بتقدر تدعم وما أنت شايفه غلط هو يمكن شايفه صح وخلي هالجيل يجرب الصح والغلط ويحسن حاله لأن أكيد اللي شايفه هالجيل بدك كلنا مش أنت عشر سنين واثنعشر سنين لا نقدر موصلوا له هذا سؤالي لدكتور صغلامي جيل أسكى مننا بكثير هل بإمكاننا أن نكون جزءا من هذا العالم الجديد أم سنبقى على الهامش كمجتمعات وثقافات عربية أعتقد يعني ربما هو لا يمكن لنا أن نبقى منطوين على أنفسنا ننفتع على العالم ننتفي على التكنولوجيا التي كما قلت مرة أخرى تحافظ على كياننا وعلى قيمنا أنا لست من المدعمين المفرطين للتكنولوجيا لأن كما قلت التكنولوجيا ليست حيادية هناك فيها طبيعة الحال قيم أخلاقية قيم أديولوجية قيم سياسية وطبيعة الحال كذلك مصالح اقتصادية وتجارية فأكثر من هذا المؤسسات الآن التي تنشط في الميدان التكنولوجيا هي كلها أمريكية وبدرجة أقل ربما روسية وصينية هذا يدل على ماذا يدل على هذا الصراع بين الأقوياء بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وباقي العالم ما هو إلا استسميحكم التعبير ما هو إلا آدات لتوظيف هذه التكنولوجيا وليس لهم أي موقفين بالعكس يهضمون كل ما يقوم به الآخرين بدون ذكاء بدون أي فلترة وهذا يدل على أننا ما زلنا في عصر يعني الهضم كل ما يأتي من الخارج وطاركنا حضارتنا حضارتنا وطاركنا قيمنا وانسالخنا من شخصيتنا وقدمنا مستقبلنا للآخرين الذين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة شكرا جزيلا لك الآن نستعرض بعض تفاعلات عبر منصات التفاعل الاجتماعي لتلفزيون العربي حول موضوع الحلقة كوثر تقول بصراحة بدأت أتخوف من مستقبل البشرية مع ميلاد متافرس وما يسمى بالبيئات الافتراضية سندس تقول العلاقات الاجتماعية أصبحت مهددة وأصبحنا لن نستطيع إجراء محادثات مباشرة دون وقت مستقطع عماد بصراحة لابد من وضع قواعد وتحديد أماكن معينة يمنع استعمال الانترنت فيها خاصة مواعيد اجتماع الأسرة نذهب إلى التصويت تصويت الجمهور المشارك معنا عبر زون ونذكر بسؤال الحلقة هل يفرض التطور التكنولوجي المزيد من العزلة الاجتماعية إذن هل التطور التكنولوجي يؤدي إلى مزيد من العزلة الاجتماعية والنتيجة 89 نعم 11 لا نشكر المشاركين معنا عبر زون وأشكر ضيفي حلقتنا من العاصمة الجزائرية دكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر ومن بيروت الأستاذ عمر قسقص الصحافي والباحث المتخصص بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر